بالعلم بل بالأدم تنهال أعلى الرتبي عشت حياة العلمها وطرق صنوف المتبين السلام عليكم وحمد الله وبركاته معكم عبد العيس حسن في دورتي الفوتشوب CSX تحت رعاية أكاديمية موقع وقف أونلاين نحضر نتكلم على أداة سموتجو تول الأداة من الأداة المميزة جدا في فوتشوب سموتجو تول بسيطة جدا في الاستخدام وبتعمل افكتس بطريقة جميلة جدا تعالنا نعرف الأداة تستخدم ازاي؟ الأداة يعني في جزء من عملها يعتبر بلور تول للأداة بلور تول والجزء الثاني بيسيح بقية الأطراف تعالوا كده ندوس ونسحب ونشوف إلاج شايفين إذا حصل؟ هو هنا عمل بلور خفيف جدا وسحب البكسل زمعية بالشكل اللي انتم شايفين له عمل الطريقة دي طيب أنا هاستفد إيه لما أعمل كده؟ استفاد القصوى بنقاد دي في تأسيرات النارية يعني مسلا تعالوا كنعمل ولياكم مسلا دورية اوكي نختار لون احمر من هنا بالشكل ده مسلا نعمل دورية حمراء وي فاي هنعمل دورية مسلا صفراء يعني برطواني زي كده الشكل انتم شايفين بس اوكي تعالوا كده نستخدم الأداة بتاعة على الليارين دول تعالوا كده لما نستخدمه مع البعض الأداة تعالوا كنشوف عمل الليارين مع بعض شايفين بتمزج بين الليارين بتدخل الليارين في بعض فعن طريق الأداة دي اقدر عذرا عن طريق الأداة دي اقدر اعمل تأسير النارين زي ما انتم شايفين كده ممكن نزود بتاعها شوية اللي هي تأسير النار نفسه كده زودنا قوي نعدها شوية الشكل ده شايفين تدخلات الليون شايفين الجزئية دي اللي اندخلت في بعضها ازاي شايفين شايفين الموضوع واضح قوي بالنسبة لما زاوبنا شايفين الألوم بتخلش في بعضها ازاي ده تقريبا استخدام الأداة ان هو ويسحب البيكسلز ويسياح على بعض ويدمج الليارات مع بعضها بالشكل اللي انتم شايفين شوية طبعا نممكن نعمل تأسير النار عن طريق الأداة دي زي ما انتم شايفين كده تأسير النار بس هي 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 ستضبط الوان شوية بس نضبط النار عن بالضبط هنحصل على التأسير النار بيرفكت يعني شايفين بشكل انت شايفين بك طبعا هنا الـ size بتاع البراج بتاع الأداة تمام وهي هنا الhardness وهنا الـ build the mode بتاع الأداة نعمل light and darkener اللي نفسنا فيه يعني اوكي طيب ودين دي قوة الأداة شايفين لما يقفين في المية مسلا بيدني تأسير عمل الزبط خالوا باكم معي هنا لما سحبت على اللون لابد داخل معايا تمام طيب هو هنا بيخليه الأداة تشتغل على أي لير لما عملت كده على علامات الصح شايفين اللي هو جاب اللابد دامني جاب اللابد دامني الخلفية من اللون بتاع الخلفية اللي هو اللابد داخل على اللون ده بشكلة طيب تعالوا مسلا نشيل وإحنا وقفين على اللير ده تعالوا كان او اللير للأحمر ده خلينا نخفي ده هيشتغل على اللحمر بس مش هشتغل على خلفية ولا أي نوع غير اللحمر يعني نوقف على اللير في أحمر فقط تمام إنما لو قول سيمبل لير علمتها قول سيمبل لير هيشتغل في اللابد دول الأحمر أي لير عندي على الدزاين بتاعي هيشتغل معايا بالشكل اللي انتر شايفين ده عيثنا وظيفة الأداة وعملنا تست عليها في مسألة النار دي تمام؟ تمام؟ اه اللي ده بسيطة و سهلة و جميلة ويعني استخداماتها كتير جدا ممكن نستخدمها في تيتوريال إن شاء الله بعد ذلك طيب طبعا لو في أي استفسار بالنسبة لأي حاجة في الكورس بتاع فوتشوب أول درس ده توجه لمنتجة وقف أونلاين نحط للإستفسار بتاعنا وإن شاء الله هكون بتابعة معكم اه ما ننساش نعمل شير ولايك لصفحات الفيسبوك بتاعة وقف أونلاين عشان هو موقع خيري ومتظر دعمينا الفوتر اللي جاي إن شاء الله السلام عليكم وطل الله وبركاته